بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رأس الله الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا القناة اليوم عندلكم طريقة رائعة جدا وفيدة جدا في كيفية البحث عن ترجمة الأفلام وإضافتها إلى الفيلم وهذه الطريقة كما قلت رائعة جدا في هي تكفيك عن جهد المبزول في بحث عن الفيلم ويمكن لك مرات أن تجد ترجمة الفيلم أو لا تجده طبعا هذي كما قلت الطريقة هذي يعني مفيدة جدا يعني ممكن ان تستخدمها في بحث عن ترجمة الفيلم فهي عن طريق برنامج VLC فهذا البرنامج طبعا انا المعروف في ترجمة او تشغيل الميديا تشغيل الميديا هو البرنامج المحروف جدا طبعا هذي الطريقة تشتغل على اصدار معايا من هذا البرنامج فهي لا تنتقل على كل اصدارات البرنامج لكن ان تجربها يمكن ان تشتغل معايا لكن انا قمت بترجمتها من قبل ولم تشتغل معايا لذا الاصدار الذي تشتغل عليه هذا البرنامج سأضعه اسفل الفيديو في الدسكريبشن ايضا هناك اداة هذه الاداة هي التي تجلب الترجمة هذا الفيلم المحتاج ان تترجمه طبعا هذا البرنامج متوفر بالنظام تشغيل 32 بيت و 64 بيت على حسب نظام الويندوز الذي توافع عليه لذا من له نظام تشغيل 32 بيت يحمل هذه 32 بيت ومن له نظام تشغيل ويندوز 64 بيت يحمل 64 بيت كيف تحريفه على طريقة البرنامج هنا تجد هنا نظام التشغيل الخاص بك مثلا توافع 64 بيت لذا سأقوم بتنظيب 64 بيت بعد تنظيب البرنامج هنا كما تلاحظون انا قمت بتنظيبهم تقوم بفك الضغط عن الاداة هذه الاداة بعد استقرية قم بتفتحها هنا تجد ثلاثة ملفات فقط تختار vl.lua مقامب الآن تقوم بي الذهاب الى مسار تنصيب الفرنامج مقامب محهم هنا تذهب الى lua طبعا تبحث عن ملف اسم طبعا بعض الناس يمكن اجد الإكسيتينشين تقوم بفتحه و تقوم بلزق هذه الإضافة الآن الملف أصبح جاهز جداً للقام بعملات الترجمات فقط تقوم بتحميل الفيلم الذي تريد أن تترجمه مثلاً أنا قمت بتحميل هذا الفيلم كما تلاحظونه هذا الفيلم لا يحتوي على أي ترجمة كما تلاحظونه الآن هذا الفيلم تقوم بتحميل حياة لهم لكن شيء فقط ليس صحيح هذا الفيلم لا يحتوي على أي ترجمة كما تلاحظونه الآن إذن كيف تقوم بترجمة هذا الفيلم فقط تذهب إلى عرق أو بالإنجليزية view تذهب إلى أسفل أسفل الخيار هنا تختار على vm sub تنبذج بك هذه النابلة هنا تختار اللغة التي تريدها يعني أي لغة متوفرة فيها العالم أي لغة فيها العالم يمكن أن تجلب لترجمة هذا الفيلم بجميع اللغة العالم موجودة بسأحنا سأقوم بالترجمة اللغة العربية سأختار اللغة العربية بعد ذلك تضخل على search by name حتى يقوم بتوفير الترجمة الموجودة مثلا search by name الآن في ثاني فقط يقوم بالجلب جميع الترجمة الموجودة كما تلاحظونه الآن انت الان تقوم باختيار الترجمة الذي تريدها مثلا انا ساختار هذه الترجمة هذه الترجمة ستضغط عليها كذا وبعدها تضغط على الان في ثاني فقط يقوم ب كما تلعون هنا سبتايتر سلودي كما تلعون هنا فاتقام بجلب الترجمة لأفترين انتظر قليلا حتى يقوم ب حتى يقوم ب وهذا سنرى اسف إلت Bernouche ترجع مدى متى وقتاك تورد انتظر قليلا تتضغط عليك انتظر قليلا كما تلاحظون الآن العملية مجتمع نقع على الآن كما تلاحظون الفيلم قبل غير كان غير متيجب الآن كما تلاحظون الفيلم مدرجم تماما الآن كما تلاحظون الآن الفيلم مدرجم كما تلاحظون الآن هنا الفيلم مدرجم كما تلاحظون الآن نختار طريقة ثانية طبعا بعد التحامل الترجمة ستطرق مع ملف الفيلم تكون موجودة هنا ملف الفيلم كما تلاحظونها الآن أين هذه هي ترجمة كما تلاحظونها بدنية لها مع ملف الفيلم لنقوم بحزبها نفتح ثانية ونفحل ترجمة أخرى عرض يرزب نختار اللغة اللي يريدها نختار اللغة 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 الآن هذه هي ترجمة أترى هي موجودة مثلا سأختار أخرى مثلا سأختار ترجم هذه تضعب double selection ساكسيس كما تلاحظون نضغط على Close كما تلاحظون كما تلاحظون ترجمة هذه الظاهرة جدا كما تلاحظون هذه ترجمة أخرى لأعطي أنت تختار الترجمة التي تريدها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر